قال سبحانه يُقتَذَى به في التوحيد حتى قام بما كلَّفه الله تعالى من الأوامر والنواهي وهذه هي الكلمات التي ابتلى الله إبراهيم بهذه الكلمات فأتمَّهن كلمات التوحيد والأوامر والشرائع والنواهي فأتمَّهن لأنه نبيُّ التمام والوفاء قال سبحانه وإبراهيم الذي وفَّى أي وفَّى بالقيام بهذه الكلمات التي أوحى الله بها إليه إلى أن قال سبحانه إني جاعِلك للناس إمامًا أي جزاءً على ما فعل من القيام بالأوامر وترك النواهي جعله الله للناس قدوة وإمامًا يُقتَذَى به ويُحتَذَى حَذْوَهُ إذن لكي تنال الإمامة يا عبد الله في الدين إحرص على الأخذ بمقوماتها والاقتداء بأنبياء الله ورسله فإبراهيم عليه السلام لم يكن ليصل إلى الإمامة في الدين إلا لما أتم الله الكلمات أتم الله له هذه الكلمات وقام بها من التوحيد والقيام بالأوامر وترك الزواجر فهذه هي مرحلة ومقومات الإمامة في الدين ولهذا يجب على العبد أن يسلك طريق الإمامة في الدين أولاً بالإيمان بالله وتوحيده والقيام بالأوامر والشرائع وترك النواهي والزواجر اشتركوا في القناة